السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجعنا مرة أخرى إياكم طيب صار عدنا فنكشن للكتابة وصار عدنا فنكشن لقراءة البيانات فإذا جيت على الأون كليك شنو اللي أحتاجه؟ أول شي لازم أتأكد أنه هو تكست ليس بفارغ لأنه ممكن اليوزر يخدعني أنه هو يضع تكست فارغ أوكي فممكن يعطني إيرار فحتى أنه أتأكد من هذا الشي أجي أقوله إف من هو عدنا؟ ادتكست صح؟ هذا ادتكست اللي نوع عن طريقة الادتكستي رح يضع له قيام .get text تمام .to string .is empty تقدر به الشكل أيضا تتأكد هل هي فارغة؟ أوكي طبعا إذا كانت فارغة خلاص لتعمل أي شي نقدر نخلي علامة تعجوب .is not empty رح يصير يعني بدون علامة تعجوب رح يعتبر هي فارغة بس ما علامة تعجوب معاناة أنها ليست فارغة نفيتة فإذا كانت ليست فارغة إذا نعملنا string ونسميه بالمسيج مثلا ويكون هذا string يساوينا شنو؟ الـ edit text صح .get .to string للتأكيد طبعا ما فرد يوم text string بس للتأكيد هاذا شو رح تعمل؟ انت حصلت هنا لتكست إذن تحتاج إلى هذا الفنكشن حتى تغزنه بالفايل بس .copy .add paste .just like this .مسيج .وكي؟ هاذا رح يخزن لك البيانات حلو؟ بس انت تحتاج أيضا أنه نتأكد من شيء هنا ها ها .إذا قلنا إن ... Were blah .миقرأ البيانات .هنا الم strangers .إذا حبينا أن نقرأ البيانات .read data .� ف Figure .for me ,iti . الريد ديتا احنا نريده يظهر بدلها الهوارل تمام فاحنا نشي نقوله اه 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 اف اف ريد ديتا تمام هذا الفنكشن ال بالاسفل ريد ديتا اه اه نوت ايكول لم تكن تساوي النول او لا تساوي النول اذا انت تحتاج انه التكت فيو .setText منو الريد ديتا يشي رجع لك يرجع لك string تمام ما هو private string اوك فهنا رح يكون رح يساوي لك الريد ديتا اوك this one لانه رح يرجع لك اول بالاول بالاخر رح يرجع لك string ليش انطينا ايرور لسا ببسيطة تصور يدي اول try catch هذا ببساطة اوك ببساطة طيب اذا احنا انطينا try catch بالكامل يعني في حالة انه شغلنا تطبيق خلنا نشغل تطبيق في حالة انه شغلنا تطبيق اذا موجودة البيانات رح يعرضها اوك بال text view اذا كانت غير موجودة خلاص ولا رح يتفاعل لا رح يتفاعل لنو null هاي في حالة اذا لم يكن null اوك فعدنا هنا على سبيل مثال اذا جينا خزننا محمد عيسى حميد اوك اوك هنا عندنا hello world نضغط على البوتون الي هو save خلينا نجي نطلع من التطبيق هذا ايضا شو كان اسم التطبيق شو كنا سمينا شو كنا سمينا oh my god انت ريش تشتغل شو كان اسمك لاحطة اه store and text حرف ال S store and text تمام and لاحظ محمد عيسى حميد ممتاز هنا نقول اه محمد او احمد سمير عمار علي حسان اه وليد سامح راشيد اوك save تمام اطلع من التطبيق وارجع مرة اخرى ل store and text اها لاحظ ظهر لي بشكل جميل فممتاز على فكرة خلينا نشوف هذا ال edit text في عدنا لاحظ ال input type ممكن text multi-line اعمل true اوك and اعمل الرنمين جديد هيته شوفك شي لاحظ لو كتبنا هنا بهذا الصيغة لاحظ multi-line تلاحظ افضل من قبل اللي هو كان راح ياخذك لاحظ multi-line اللي كان راح ياخذك يعني هذا يختفي ويروح لغير مكان هذا الملتلين احنا نسميه اوك الملتلين انه يسمح لك انه تضيف اوك ملتلين text ملتلين فهنا هنا احنا وصلت عندنا الفكرة كيف نغزن ايضا البيانات على شكل text في داخل الجهاز خلونا نوقف هنا انا ونلتقوا اياكم ان شاء الله بالدرس القادم الهنا نقول لكم مع السلامة اشتركوا في القناة